اشتركوا في القناة بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الداعمة والمساندة للبحرين في مختلف الظروف وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراق الاستقبل في قصر سموه بالرفاع اليوم الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة وخلال اللقاء عرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للشيخ عزام مبارك الصباح على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله بالمملكة في توطيد أواصل التعاون بين البلدين وأكد سموه ان الشيخ عزام مبارك الصباح يعد نموذجا للدبلوماسي الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة متمنين سموه له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية القادمة من جانبها عرب سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ورعاية بكل ما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين مشيدا بما حظي به من دعم من لدن سموه والحكومة البحرينية والذي كان له أكبر الأثر في تسهيل ونجاح مهمته الدبلوماسية في مملكة البحرين وقال لسموه أنتم خير سند لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وما وقفكم موضع تقدير كبير في الكويت بداية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجهبر الصباح أمير دولة الكويت وصولا إلى جميع المواطنين ومحبتك تنبض في قلب كل كويتي وعندما يذكر اسم البحرين في الكويت يذكرون خليفة بن سلمان وأكد أن اسموه بزياراته لدولة الكويت وتواصله المستمر مع قيادتها رسخ سيرة الأجداد والآباء مشيرا إلى أن فترة عمله الدبلوماسي في مملكة البحرين ستظل راسخة في وجدانه في ظل ما لقيه من قيادتها وشعبها من مودة عكست ما يربط بين البلدين والشعبين من وشائج قربة ومحبة تجذرت في النفوس اشتركوا في القناة